أحلام الشباب لا تتحقق هذا ما رصدته منظمة الهجرة الدولية بعد تسجيلها مغادرة أكثر من مليون شخص العراق خلال الأيام الثلاثمائة والستين الماضية وسط مخاطر متزايدة جراء ما يجري في العالم والغاية هي البحث عن فرص عمل ضائعة في بلادهم أحدث التقارير الصادرة عن المنظمة الدولية قال إن الحلم الأوروبية تزايد بين الأوساط الشبابية بمختلف الفئات العمرية لا سيما من الخريجين بسبب توقف التعيينات لكن هذا الأمل لا يخلو من المخاطر في ظن النشاط الملحوظ من قبل شبكات التهريب التي تنتهج للتجار بالبشر فضلا عن تعرضهم لعروض مزيفة تتعلق بالملاذ والعمل والأجور المتدنية وفي آخر تعليق رسمي ربط بهذه الظاهرة أعلنت وزارة التخطيط عن وصول نسبة الفقر في العراق لسبعة عشر بالمئة على الرغم من الجهود المبذولة لخفض النسب عبر شبكة الحماية الاجتماعية لكن تلك الجهود ترتبط بشكل وثيق بالزيادة العددية التي تشهدها البلاد وتقدر ب 2.6% الأمر الذي استدعى إجراء التعداد العام للسكان فعاليات شعبية طالبت الجهات الرسمية بإيجاد حلول تحمي الشباب الذين يعول عليهم في بناء المستقبل والاستفادة من الخبرات والكفاءات عبر توظيفهم لتحسين صورة الدولة التي تتنعم بالخيرات بدل نهبها من قبل بعض الشخصيات خصوصاً أن دول عدة تستثمر الطاقات العراقية من الشباب الطموحين بأجور لا تسمن ولا تغني من جوع قناة النهرين حضارة تتجدد ترجمة نانسي قنقر